احتفال العملية بذكرى عشوراء شارك فيه الوزير السابق حسن منيمنة ممثلا الرئيس المكلف سعد الحريري والمفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان ممثلا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وعدد من الوزراء والنواب قبلان أشار في كلمته إلى أن البلد على شفير الهاوية وأن السياسات الآن تفرق اللبنانيين وتعمل على تطويقهم المطلوب التدارك بجدية لأن خراب البلد كارثة وسقوط مشروع الدولة بديله حرب أهلية ولأن بقاء البلد ومشروع الدولة مصلحة أكيدة للجميع هذا يفترض الاتفاق على حكومة إنقاذ وطني على الجميع أن يدرك أن في التنازل مصلحة للبلد وللبنانيين وإلا فإن أزمات البلد والدولة كارثية بدوره أشار رئيس الجمعية محمد يوسف بيدون إلى أن الأوضاع الاقتصادية في الآوينة الأخيرة تضغط على الشعب مطالبا أهل السياسة بالترفع عن مصالحهم الخاصة